السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو تالي يوم رح يكون كيفش نحسب معدل سواء كان هاد المعدل معدل سوداسي او معدل تعمي قياس مودول مادة مع كامل الشرط يعني اذا كان هاد المودول عدنا فيه كور و تي دي و تي بي كيفش نحسبوه اذا كان عدنا فيه غير كور و تي بي كور و تي دي اذا كان كور و نشوفو كيفش يعني كيفش مادة تكمبونسي لنا مادة واحد اخرى كيفش تعوضها و نشوف اذا كان راح نقدر ندخل الراتراباج ولا مش لازم ندخل الراتراباج قبل ما مدا تتمنى تشتركوا في القناة و تفعلوا الجرس باش يصلكم اي جديد ينزل في القناة و ما تنساوش اذا عجبكم هاد الفيديو تخليولي جام و تبرتاجيوها مع كامل اصدقائكم و ضربو طلاء على المنتدى اللي انا مؤخرا دايما ننزل فيه سوالح يعني اللي راح نديرهم في الفيديو بخوشة كما فكرت هاد الفيديو لانه درت تصويت في المنتدى و كانت نسبة التصويت عالية جدا 91% كامل حابين ندير فيديو كيفش نحس بالمعدل انتعي اذا درت انا هاد الفيديو باش و درت فيه بزف فواصل باش تقدروا وتعارفو كامل سما تخضروا هاد الفيديو اتهنا و ما تشوفو حتى فيديو و واحد اخر و يالله نبدو اول حاجة نبدو كيفش نحسبو معدل اذا كان عندنا هادلو موجول فيه كور و تيدي و تيبي تيدي بغضو احنا عندنا واحد القانون اللي لازم نحسبو به معدل المادة و اللي هو سفر فاصل ربعة نضربوها في تيدي او سفر فاصل ربعة في تيدي او في تيبي او كي معناها سفر فاصل ربعة ديما نضربوها في تيدي او في تيبي اذا كان عندنا كور سفر فاصل ستة سماهنا الجزء انت تعالو كور باش تعارفو هادالفكرة كان لي غيروه يديرو ص 0.6 على Td و Tp أو 0.4 غير كور اوكي نشوفو كيفاش نحسب معدل تعمي قياس ولا مادة ولا موجل اذا كان عندي فيها كور Td و Tp هادلو كونديسيون بداو نطبقه اذا كان عنا هادلو موجل فيه Td و Tp و كور لازمني Td النقطة هادك اللي نضيها في Td نضربها في 0.4 نزيد معاها النقطة اللي نضيها في Tp ونضربها في 0.4 هكا نجمحهم ونقسمهم على 2 لماذا نقسمهم على 2 بسكوها تكون مثلا 12 في 0.4 تكون عالية مثلا 14 في 0.4 تكون عالية انا لازمني حنا ما تخرج ليش عالية بزاف لازم تخرج لي نقطة من 20 فمتوني على ذاك شي نقسموها على 2 أبخي نزيد أبخي نزيد لها الكور النقطة هادك اللي نضيها في الكور نضربها في 0.6 وهاد البرتيرة هي هي اللي طلعنا المودول إذا كنتوا حبي المودول تطلعوا فيه بزاف لازم لو كور هي اللي تخدموا فيها مليح بس هادي جينا نرمو طريقة انت على الحيسان مثلا انا عندي انا عندي انا عندي انت على الحيسان انا عندي انا عندي انا عندي لتحديد 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 سنبدأ نحسب هنا عندي تيدي في شنو ضربو تيدي عندي 12 في 0.4 نزيدها 14 في 0.4 0.4 نقسم على الاثنين ونزيد معاها لوكوخ شحل ديت في لوكوخ 11 في 0.6 نبدأ نديرو كل الكالكولتنا هنا بش تفهموني مش رح ندير ندير عنا 0.4 نبدأ كيف مدرت لكم عنا هنا عنا 12 في 0.4 تساوي نزيدوها 14 في 0.4 تساوي أبخي نديرها تقسيم 2 تخرج لي 5.2 نعاود بش تفهموني 12 في 0.4 زدنا لها 14 في 0.4 4 تقسيم 2 ش هل خرجتنا 5.2 نزيدوها 11 في 0.6 تساوي 11.8 أنا هاد المعدل هاد النقطة هاد الموجول ديت في 11.8 هذا معدل المادة أبخي كنا نحسب المعدل باش نجمعهم بعد باش نحسب أنشاء تساوي أنا هنادرن معدل المادة أخرجي 11.8 حسنا؟ أبخي 11.8 لدينا مثلا هاد الكويفيسيونت هاد له موجول 3 هنا نذهب 11.8 في 3 تخرج لي 35.4 معناها هاد الموجول هاد نربحت في 35.4 أبخي هاده شوفوا نحتاجها أم بعد في المعدل العام تع المادة هذا المعدل المادة هذا الموامل مع المادة هذا المجموع مع المعامل تع المادته استمس لدينا مقامل كامل تع المادة نفت إلى الفكرة الثانية وليه يتحيش نحسب معدل المادة إذا كان عندي فيها كوخ وتيبي كما قلنا لو تبي سيكون 0.4 والكوخ راه في 0.6 هذه الشرط الأول لازمنا نبدأ نحضر عليه نديرو تيبي مثلا أنا في تيبي تيبي في 0.4 زائد لوكوخ في 0.6 أوكي عدنا ايكزامبل مثلا عندي أنا في تيبي ديت مثلا 15 وفي لوكوخ ديت مثلا 9 أوكي معناها هنا لوكوخ تعيرة وشوية طايح أسكن أقدر نطلع هذ المادة ولا لا لا ندير أنا 15 في 0.4 ونزيدها 9 في 0.6 ونرجع الألحاسي بنتاعي 15 في 0.4 نزيدوها 9 في 0.6 هاني طلعت المودول هذا 11.4 فهمتوا لي 11 في 0.4 مثلا هذا المودول معامل تاع 1 ندير فيه 1 وهنا المعدل ما يتبدلش يبقى 11.4 فهمتوني معنا كاين معاملات اللي تبقى في الواحد ما تشفوتش الواحد مثلا عنا ميتود واحد مثلا عنا انفورماتيك واحد فهمتوني ما يتبدلش وهنا ما يجب أن يكون معادل طالع بالصح النقط ما نستفدش منها بزاف على ذاك الشي يقولوا لك المودول يكون المعاملات تواع وعاليين لازم تخدم فيه بيا اوكي انفوتو ضروك الفكرة اللي بعدها واللي هي كيفاش نحسبو معادل المادة اذا كان عنا كوخ و تادي برك هنا راكم فهمتوني باللي تادي راه في 0.6 في 0.4 بغضو ولو كوخ راه في 0.6 بينتلكم هنا عنا نديرو القانون التحول هي تادي في 0.4 زائد لو كوخ في 0.6 هذا هو الشطن تعنا بار اكزامبل انا في تادي التادي التادي اديت فيه مثلا البروف ما مدليش نط مليحة ولا ما خدمت في الاكزامة تادي ولا مثلا سبعة وعندي لو كوخ حاولت نعوض روحي ونكمبنسي وقاعدتك اديت مثلا في لو كوخ على بليش مثلا 12 نحاوس نعرف اذا كان راني طلعت هاد الموضول ولا لا نجيب الحساب دلكم زوم باش تفهموني مش راني نحسب هنا هذا تطبيق عاد فقط ندير سبعة في 0.4 زائد 12 في 0.6 وهنا خرج للمعدل 12 هنا ندير هاد الحساب لحسبنا سبعة في 0.4 وزدنا لها 12 في 0.6 اوكي احنا معدلتها يخرج لعشرة نضرب مثلا في معامل 2 تخرج لعشرين هذا النقط خرج في 10 مثلا نخرج لعادة لازم هذه المادة نعاونها بمادة وحدة وخاص ما لازم الإقزام لبعد نخدم فيها مليح فعلا هذه المادة نضرب فيها 10 خرج معدل 10 احتمال لوك لم يخدم في الإقزام مليح وديت 9 أو 10 لم يخدم كل كوغ تعير هو 10 بصح المعدل تالماد يبقى ناقص بصح هذا مشكل لذلك نفوت ونعرف لماذا مشكل لذلك المادة هنا لكي نشفوتو لدينا حساب معدل عام ولا كامل معدل معدل تال س ولي تال الس 2 عدنا خانات مثلا فيها بزاف المودول المودول معناها M1 M2 M3 M4 أوكي لول عدنا فيه Td و Tp و كوغ الدوزيام ما فيه Td و فيه Tp و كوغ التروزيام ما فيه Tp و فيه Td و كوغ كما قلنا اوكي هنا لانو تلو لولا ما قلنا قلنا 12 في Td 14 في Tp و كوغ 11 ماذا نخرج للمعدل نخرج للمعدل نخرج للمعدل نخرج للمعدل 11.8 نخرج للمعدل 11.8 ضربتها ثلاثة ثلاثة و خرجت لي 35.4 35.4 35.4 حسنا نزيد للمعدل و نعلم Tp ما الذي يمكننا في Tp و هنا 15 و 9 و نضرب و نضرب 15 و 9 و خرجت نقص 11 حسنا و 11 كذلك قلنا معاملها واحد و قتلنا 11 و هذين و هذين سنحسبوهم هذين 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 انترسوا لكي نحسبوهم بعد ما نضربوا في المعامل و قع هذين نحتاجوهم الموديول الثالث تدتا عودنا 7 و لوكوغ 10 و بالصدفة مفضو في لوكوغ 12 بالصدفة خرجتنا 10 و بصح المعامل تحكي كان 2 و نربحنا 20 و هذين هذين و هذين فامتوني انا هنا رح نحسب معدل كامل مثلاً انا ديتلكم ثلاثة مموديولات اول حاجة منحسبو نديرو 35.4 فاصل ربعة نزيدو لها 11 ونزيدو لها 20 شحلته ساوي هذه الأولانية ونكون أنا راني ديجا راني ديجا حسبت المعاملات 3 والواحد والخمسة حسبت 6 هنا هذى النقطة اللي تخرج لي نقسمها على ال 6 اوكي هنه نرجعو للكالكول هنه قدرنا 35 فاصل ربعة زدناها 11 وزدناها 20 قسمناها على 6 وخرجنا خرجنا في 10 11.06 خرجنا المعدل 11.06 معناها هنه مدخلش رات راباش الى هذى المعدل الكامل ما لكي غرامنا بلك عدنا موديول نقص في الكوخ عدنا موديول نقص في التادي بصح الصح في المعدل كامل الى خرج لي فوق العشرة اكبر من عشرة معناها هنه مدخلش للرات راباش اذا كان هذى المعدل قل مثلا نخرج لي 9 ما لكي غرامنا مادة معدل 16 في مادة ومادة معدل 14 في مادة وعندي معدل مادة فيها 2 خرج لي المعدل كامل الى 9 لازم ندخل للرات راباش وندخل في الموديول اللى تحت العشرة باش هكذا كندي فوق العشرة في الموديول اللى كانوا نقصي ونطلع على العام متاعي وراني مهنية اوكي هذي نتمنى تكونوا فهمتوها بس كندي تاع المعدل كامل بس ما كنت تحسبوه هنا ترجعو تديرو بلان ولا تديرو تابلو وتديرو فيه كامل اللى نقطنا تاعكم وتحسبو المعدل تاعكم عنا فكرة واحدة اخرى واللي هي متاع المعدل السانوي انا حسبت معدلتاع السان القيتو 11.02 مثلا والس2 رقم توفو مثلا والقيتو هنا تسعة مثلا ثمانية مثلا ثمانية فاصل سفر ثنين عاكو انا نروح بش ندير حنا باش بانيلكم ندير 11.02 زائد 8.02 تقسيم 3 بتغضم ترتبى الناقص 11.02 ما عليش 08 كي ما درت هنا زيدوها 8.02 ونقسموه على 2 هنا خرجت لي 9.55 معناها عامي ما يطلعش وإن شاء الله عوامكم مكاملة تطلع مثلا أنا في الأس 1 ديت 11.08 والأس 2 ديت مثلا عشرة هنا معدل الأس 1 راح طالع ومؤدل الأس 2 طالع كي ندير هذا زيد هذا ونقسمه على 2 أي كد راح يخرج لي أكبر من عشرة معناها أكبر من عشرة معناها هذا راح قدمي ولا طالع وهذا راح غيك علي غيك علي نغم الموحك معناها راصل يعاود العام وإن شاء الله عوامكم كاملة طالعة ما تنسوش ديروا النجام هنا الفكرة اللي بعدها وهذه الأهم هنا هذي أغلبكم بلك تعرفوها هنا هذي الفكرة هي اللي حبيت ندير علاجه لها هذي الفيديو مثلا أنا عندي فتادي مثلا ما دير 12 وحبا نعرف قبل ما تفوت لإكزامش حل ندير لكو باش نطلع هذي الموديول أنا وش ندير ندير 12 في 0.4 أوكي وهنا ندير توساوي ندير 12 12 في 0.4 مثلا خرجتلي 4.8 أوكي بعد ندير 10 ناقص 4.8 10 ناقص 4.8 أوكي أو خرجتلي 5.2 هنا باش نعرف نقطة تعليو كو وش لازم ندير 5.2 هذي نقسمها على 0.6 معناها لازم ندير 8 ونص ولا 8 و75 باش نطلع هذي الموديول أبخي وش درنا طرنا 5.2 تقسيم 0.6 وهنا يخرجنا لانوتا لوكوخ هنا خرجتنا 8.66 معناها أنا لو كانت دي أكبر من 8.66 راح يطلع لي يطلع الموديول فهمتوني هذه هي الفكرة اللي حبيت أنوضح لكم في هذا الفيديو تبقوا نفس الفكرة مع لوكوخ تبقوا نفس الفكرة مع لوتيدي نفس الفكرة مع لوتيفي هنا باش تفهموني مش نعودون نديروها مثلا عندي لوكوخ ديت مثلا 12 وعندي لوتيبي حب نعرفش حالي يمتدي البروف باش نطلع الموديول أوكي ندير 12 في 0.6 اقالا كوا 12 في 0.6 7.2 أبخي ندير 10 ناقص 7.2 10 ناقص 7.2 تخرج لي 2 0.8 نقسمها على 0.4 تخرج لي 7 معناها لنوطع التيبي إلى الديت 7 سنطلع الموديول إلى الديت مثلا في التيبي 6 6 لا سنطلع الموديول ويؤثر لي لذلك يجب أن تكونوا وفهمتوني وفي نهاية هذا الفيديو ما بقالي غير نقول لكم إذا كنتوا مش مش مشتركين في القناة حاولوا تشتركوا في القناة إذا كنتوا مش مش فعلين جرس فعلوا الجرس وبرتاجوا هذا الفيديو مع كامل أصدقائكم باشتعون بالفائدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته